موسيقى السلام عليكم حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع تواصل الاجتماعي بشأن العراق وبإمكانكم مشاهدين أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم أو من خلال خدمة الواتس أب عبر الرقم المخصص لها والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله نبدأ من الموضوع الأول مشاهدين الكرام وهو المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث عاد رئيس الحكومة محمد الشاع السوداني إلى بغداد بعد زيارة له إلى واشنطن وبعض الولايات الأمريكية استغرقت ستة أيام قال السوداني إن هذه الزيارة جاءت لمدء صفحة جديدة من العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي استبدلت باتفاقية حملت عنوان التعاون المشترك الدائم ولم تختلف جولة السوداني عن زيارات رؤساء الوزراء السابقين إلى البيت الأبيض وذلك بابتعادها عن الخوض بالملفات التي لطالما كانت تأخذ حيزا من تصريحات المسؤولين والتي اتضح أنها ليست سوى تسويق إعلامي كما يقول المراقبون حيث غاب أبرز ملفين وعد السوداني بطرحهما أمام القادة الأمريكيين أول ملف هو انتفاء الحاجة لوجود القوات الأجنبية في العراق وتحرير العملة العراقية من الهيمنة والسطوة الأمريكية خلال وفد زيارة السوداني الذي تجاوز مائة واربعة وثلاثين شخصا من مسؤولين أمنيين بين رتب عسكرية رفيعة ورتب أخرى استجابة لشروط واشنطن بعد رفض أحد عشر طلبا لمجيء السوداني إليها قبل أن يوافق عليها في المرة الثانية عشر وتداول أيضا ناشطون صورا لموكب رئيس الوزراء خلال زيارته بعد أن صرفت مبالغ طائلة للعجلات والتي تم تأجيرها والتي استقلها شخص واحد فقط ألا وهو السوداني في محاولة يراها البعض أنها ترسم هيبة وهمية للوفد الذي جاء إلى الولايات المتحدة التي كشفتها الصور المتداولة دعونا مشاهدين الكرام نتابع اللقطات التي تداولها الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي للسيارات التي كانت ضمن موكب رئيس الوزراء السوداني أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة يعني هذه السيارات وهي رئيس الوزراء يعني إلى هداعي من أجريكم 250 سيارة بعضها باصات وبعض ليورا وبعض منديش الصفحة هذه السيارات من أجريهم أكثر من 250 سيارة لا أعرف، إلا هداعي مثلا؟ نعم، أنا بأمريك هذه الشرطة، الشرطة أكثر من 500-600 سيارة كل الأفتار متوقع ترتديم الخاص بنا وشارب الوزراء ديترويد تم ترمين ديربون ترتديم الخاص ب قولية خلق فهذه السيارات كما تشكلها الجماعة كما ترمين الخاص بنا قام بعمل، دين، اتصال باصات باصة، نفسه، كل سيارات، كل واحد يعترف بها شخص كل سيارة بيشخص واحد والبوليس قاعد يأكلون محباً 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 هذه السيارات المتجرين لم يكن طيب ننتقل إلى هذا المقطع مشاهدين الكرام اجتمل الوفد الذي ذهب مع محمد الشاعر السوداني شمل مستشارين وشخصيات إعلامية فشلت كما يقول المراقبون بنقل صورة إيجابية عن الزيارة بعد التسويق لأحداث ليست مهمة خلال هذه الزيارة كما حصل مع المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء حمزة مصطفى الذي ادعى أن الجانب الأمريكي قطع الطرق المحيطة بمكان إقامة السودان بالصبات الكونكريتية في دلالة على الاهتمام بالوفد العراقي قبل أن يستقبل مدونون تصريحات المستشار الإعلامي للسوداني بسيل من السخرية دعونا نشاهد هذه اللقطات للمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء من المنظر اللي تشوفوه هذا الشوارع المقطعة وهذا ظاهرة غريبة في أمريكا هذا مقابل الفندق اللي يسكنه رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني وهذا ما يحصل إلا لضيوف الدرجة الأولى يعني مثلا من يجي بوتل لأمريكا يعملون هذا الشيء هناك خلف تندق سيارات كثيرة جدا معنية بالإطفاق خاف يصير حريق حتى رأساً يتعاملون معه بالنسبة للضيوف المهمين فهذه شهادة أيضا لابد أن أكدها هنا أنه رئيس الوزراء العراق مهتمين به الأمريكان بالدرجة القصوة يقطعون الشوارع في واحدة من أهم شوارع مدينة وعشرة طيب مشاهدين الكرام دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين في منصة TX سينان يقول أول مرة أعرف الصبة ترمز للاحترام والتقدير مع أن العراقيين كانوا يتذمرون منها حينما كانت تحيط مناطقهم أثاري هذا كان احترام من الحكومة لهم طيب لدينا التعليق من مهدي خزعل يقول تتشاقى أستاذنا تراكم مقاربات أخرى يمكن أن تستدل بها على نجاح الزيارة لو ماكوا غير الصبات لأنهم متعودين عليهم لدينا تعليق من ليث يقول حبيبي أنا ساكن هناك وراء ما تروح أدزلك صور للصبات لأن هي موجودة طول السنة ولك فضحتنا كافي هسا لو جاي سائل كان لقينا لك شغلة ليث هكذا يعلق أسعد يقول فعلا تم قطع الطريق بالصبات حتى كان مكتوب على إحدى الصبات كرين للإيجار يمكن هذه الصبات عراقية هكذا يتهكم أسعد ومي تقول لا تستخدمون التسويق للزيارة بهذه الصورة المهينة العراق ومن يمثله أكبر من قطع الطرق والصبات دكتور زيد يقول والله معيب أن يكون هذا سقف توقعاتنا صبات طيب كانت هذه المشاهدين إذن بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع دعونا نستمع إلى رأي السيد محمد من أمريكا تفضل يا محمد حياك الله السلام عليكم السيد محمد حياك وحياك قناة رافيجين البطل وعليكم السلام هذا هو هذا واحد خائن للعراق هذا شنو هذي حيشاك قل درم لا 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 بس دقيقة 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 عليك يا فكعصابك أول شيء أني أرفض هذه اللغة حافظ على هدوءك سيد محمد يعني بالنهاية أكون أصدق تسمع بالنهاية هذا منبر مول التجاوز هذا منبر لمناقشة السياسات انتقاد حالة سلبية رجاء يعني لا تتجاوز على أي شخص كان اطرح وعبر عن وجهة نظرك بكل احترام تفضل عزيزي هما لم شكوا ذول من جماعة الأرب على الارهابي العطابات والتقى بيهم قسمان بالله شك واحد سني يعني شغلة شغلة بها لعبة قوية كلش لعبة قوية قسمان بالله طيب هسا بعيدا عن اللي تفضلت بي أريد أسأل سؤال محمد الشيع السوداني راح إلى أمريكا ورجع ومنقل الصورة أو منقل الشعار اللي ترفع الأحزاب وتحديدا الأحزاب الإطار التنسيقي بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق ليش ما نقل هذه الرسالة طالما هي جاءت من الأحزاب اللي هي اللي عينت السوداني وجابتها إلى المنصب ليش ما قال لبايدن أثناء جلوسه مع بايدن بأنه يجب أن تغادر القوات الأمريكية العراق ألا يعد هذا هو الطلب الذي ترفعه أو الشعار الذي ترفعه الأحزاب الموجودة بالسلطة برأيك شنو السبب اللي منع السوداني أنه يطرح هذا الطلب عزيزي السادة محمد هو السوداني من جابه رحمة الوالد هم دول الحشاك جي حكموا العراق من جابه وإن أمريكا جابتهم هم عم أمريكا مستفادة من عزو دولة دولة شوان يجلعبوا حاطتهم أمريكا وإيران تلعب عليهم خسمهم بالله عم العراق ما يحيطير براسة خير من وراء دولة جي حكموا العراق مت ملتهين حشاك في الملاهي مالتهم طيب شكرا محمد شكرا جزيلا أرجو بس أكرر يا مشاهدين الكرام أي شخص يحب يشارك أهلا وسهلا بي بس رجاء يحافظ على هدوء على هدوء عصابة نحن نفهم أن المشاكل الموجودة بالعراق مستفزة يعني بالنهاية بشر وعدهم عواطف وانفعالات لكن طالما الموضوع على الهواء مباشرة وهناك من يسمع وهناك من يشاهد فرجاء احترام الناس اللي تشاهد بالنهاية وان كان هناك اختلاف مع أي شخص موجود في السلطة فلا يوجد داعي لشتمة أو سبة أو طعن به التعامل مع الناس باحترام وانتقاد السياسات والتوجهات والتصرفات هو حق مشروع للجميع طالما هو كان يعني طالما كفلت هذه الحكومات اللي جاءت اللي تتكلم بالديمقراطية وكفل دستورها حرية الرأي والتعبير إذن لا ضير من الانتقاد لكن طالما يكون هو انتقاد بناء مبني على أسس مبني على دلائل معلومات بعيدا عن التهجم مشاهدين الكرام نكمل مع حضراتكم بموضوع آخر وضعت دراسة جديدة صادرة عن وحدة المعلومات الاقتصادية Economist Intelligence في مجلة Economist البريطانية وضعت العراق في مرتبة متأخرة ومتراجعا أربع مراتب عن العام السابق في المعايير الديمقراطية وظهرت الدراسة أن العراق حل بالمرتبة 128 عالميا من أصل 165 دولة بمؤشر الديمقراطية لعام 2023 هذا الأمر يمثل انخفاض أو الانخفاض السادس على التوالي لتقييم الديمقراطية في العراق منذ عام 2017 يعني من 2017 إلى 2023 كل سنة يصدر يصدر تقييم بمستوى أقل عن العام الذي سبقه ذكرت طبعا المجلة أن العراق في عام 2023 كان بالنسبة له أو كان عام 2023 عاما مشؤوما بالنسبة لديمقراطية في العراق حيث انخفض مستوى متوسط النتيجة العالمية إلى أدنى مستوى منذ بدء المؤشر في عام 2006 وبحسب الدراسة فإن النقاط التي حاز عليها العراق بلغت أقل من ثلاث نقاط ما يجعل هذا البلد ضمن المنطقة الحمراء التي توصف بأنها ضمن مناطق الحكم الاستبدادي يعني العراق أو العراقيون خاضعون لحكم أو يقبعون تحت حكم استبدادي وأيضا أضحى استخدام القوة من قبل القوات الحكومية في مواجهة التظاهرات أي تظاهرات وفي تعاملاتها مع العراقيين من المشاهد المعبرة عن الاستبداد في هذا البلد حيث أظهرت صور حديثة طبيعة تعامل قوات مكافحة الشغل مع متظاهر عراقي انهالت عليه هذه القوات الحكومية بالضرب لمجرد أنه طالب بحقه أثناء التظاهر وبطريقة سلمية كما كفلها له هذا الدستور الذي وضعه في العراق دعونا نتابع هذه اللقطات ترجمة نانسي قنقر مستمرنا معكم مشاهدين الكرام ضمن هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر لا يقتصر العنف والقمع على قوات وزارة الداخلية يشمل الأمر كذلك عناصر الجيش الحكومي حيث تداول عراقيون صورا حديثة لاعتداء عناصر دورية للجيش الحكومي على سيارة بيك أب تنقل عددا من المواطنين في قضاء أبو غريب لمجرد أنهم ساروا خلف الدورية وحاولوا أن يتجاوزوها دعونا نشاهد نستمر مع هذا الموضوع مشاهدين وننتقل إلى مقطع آخر ويبدو أن الجميع يتعامل بالقوة والعنف والعقلية الأمنية بدلا من أن يكتفي بالدبلوماسية وطرق الحوار السلمية وبدلا أن يكتفي رجل المرور في تحرير المخالفات المرورية يتخذ من العنف والاعتداء على المواطنين سبيلا لفرض سطوته في تعبير وفهم خاطئ لتطبيق القانون دعونا نشاهد كيف اعتدى أفراد دورية مرور على مواطن لمجرد أنه خالف السير في العاصمة بغداد لنشاهد هذا المرور نكون للعالم وراجليات في الحلاوي جوة جسور عمد ياذنف هذا مو مرور مكافحة بالوح والله هاي مكافحة عمه مو مرور أنت بالمروري تسوى صديق عرم العالم عالم بتنسو ما يضوحك عم هذا الوزير سيادة الوزير عبد الامير الشمري الرئيس الوزراء محمد شياح السوداني هاي دولة خدمات خدمة العالم عمه هاي من خدمة العالم أذية العالم متزاكوا من خيار المحسنين راحي مونت خطيئ خاص لك كلا بلوح كون يوم مجيسوا مشاهدينا نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع في موقع فيسبوك أحمد الحاج كمال العامري يقول احنا مع تقوية القانون لكن ليس تقوية من أجل ظلم الناس بل تطبيق القانون حسين الباشا يقول اللي أنا فقير لا حول له أو لا حول ولا قوة إلا بالله لو سيارة مضللة ويخالف تقدر هيتش تسوي ويا وبها حق تمد إيدك عليها نعم تعليق لدينا من ياسر يقول مرور وغير مرور كل من يعكس تربيته بالشارع كائن من يكون دولتائها تحكمها أحزاب مدري منين جتي وهاي النتيجة قانون فقط على الفقير مصطفى يقول هذا ما انطى امار ريوق هم واكفين بالعلاوي ياهول يجي يتشلبون به يأخذون مننا خمسة وسبعين ويقولوا له أروح والما ينطيهم يختلفون عليه هذا شغلهم وهذه الرواية هي على عهدة مصطفى وهو إذا رواها كما حدثت إذن هو شاهد عيان على ما يحدث صدر الدين يقول ليش نحكي بكيفنا خلنا فهم المشكلة من الطرفين يلا بعدين حكموا من الغلطان طيب تعليق لدينا نبراس يقول لأن معالي كبر روسهم وقالهم اللي يتجاوز عليكم اتجاوز عليه ومن يومها استفحلوا بالشارع المرور مجرد أتعس ما في الشارع طيب مشاهدينا ننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة طيب نستمع أول شيء إلى رأي سيد عبد الرزاق من بابل ونعود لنكمل المواضيع سيد عبد الرزاق تفضل حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله صادر محمد كل الهلا سيد عبد الرزاق صادر محمد بالنسبة لزيارة الرئيس والزراء نعم أمريكا هي كسابقاتها ما حققت للعراق أو الشعب العراقي الطموح اللي يتمنى كل مواطن العراقي هذه يعني شومة ما تقول الزيارة يعني مجرد لإطار الشخصية السوداني وإثبات ولاءة للأمريكا والإسجار يعني نحن حتى شبنا وجوده بالقصر أبيض أو بعمام الرئيس الأمريكي يعني مو يعني ما يمثل دولة العراق هذا العراق يعني ولاد الرجال يعني نحن شبنا يعني مو يعني ما حققت أين الدفاع عن الميليشيات دفاع عن المصارف الأهلية اللي جاي تسرق أمال العراق تطلع للخارج يعني إحنا تتمنين ولو إحنا عار واحد من الناس هذه متوقع بأنه ما رح يدافع عن الحقوق العراق هو هذا السؤال اللي أريد أسألك يا شنه التطلعات والطموح اللي كانت عند العراقيين في هذه الزيارة شنه اللي كان ينتظر البعض من السوداني إنه يرضي بي الشعب العراقي بهذه الزيارة أستاذ محمد ما قوي شي جديد لا يعني أقصد أنت شدتوا أنت ذا تقول مو الطموح ولا التطلعات اللي كنا نتمناها طيب شن هي بالضبطية هذه الطموح والتطلعات إحنا يعني كعراقيين نتمنى أن نكون أسياد الثرواتنا يعني كافي إحنا نستورد الغاز من إيران أو نستورد الكعرباء من الأردن يا أخي ما يصير إحنا المفروض يعني نتعامل ويا الشركات رصينا إلى احترامها إلى تقديرها هي اللي يعني سكون بأمرة العراقيين العراقيين هم يقودون البلد مالتهم تشغيل العمالة العراقية يعني إحنا ما يخالف الشركات اللي جاي تيجي من الخارج وتستفر بالبلد إحنا ما يصير يجبون العمالة وياهم طيب أنا أريد أقاطعك سيد عبد الرزاق وأسألك طبعا ليش السوداني أصلا يطرح هيش موضوع هذا المفروض شأن داخلي والمفروض هو رئيس الحكومة وتكون من صلاحياته أن يدير الملفات اللي تفضلت بذكرها الطاقة العمالة الأجنبية الحدود المنافذ الواردات الصادرات هذا شأن داخلي ليش يروح الأمريكي يداعي به يعني شنو هل الولايات المتحدة هي المسيطرة على الملفات اللي ذكرتها وبالتالي هو يحتاج أنه يطرح هذا الموضوع لعله وعسى يوافقون لو يعني إحنا تحت الوصائل الأمريكية لو لا يعني هذا داخل ضمن التفاهمات أو الاتفاقات الأمريكية الإيرانية داخل العراق ويجب عليه أنه يروح بشكل مستقل عن الطرفين يطلب من هذا الطرف أنه رجاء انطيني صلاحيات حتى دير الملفات الداخلية يعني شنو السبب اللي تفضلت بطرحة بخصوص ملفات الطاقة والعمالة أو غيرها هي شؤون داخلية لهذه الدول التي تتحكم بيهن له شنو صلى الله عليه محمد ما يخصى على أحد اليوم بأنه الأمريكا هي اليد الطاولة بالعراق هي اللي متحكمة يعني على 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 القادر السياسيين يعني على كل منتركات البلد اليوم من أمريكا يعني إله 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 اليد الطاولة فنعرف هذا كل ذلك بأنه دولة السياسيين ما يقدرون قدموا الرجيل أو يأخلوا الرجيل إذا ما يستشارون للسفيرة الأمريكية هذا واضح معروف لكنه إحنا تمنينا ما يخالف إحنا نقول ما يخالف يا أمريكا هي اليوم اللي يعني متحكمة بالبلد ومتحكمة بالقرار السياسي لكنه ما يخالف إحنا نذكر يعني الاحتلال البريطاني ونذكر نذكر وقرأينا بأنه كان نور السعيد سعلى بالسياسة يعني كان كل شيء يحوز للعراق يعني الاحتلال البريطاني ولكن نور السعيد كان متمكن ويدافع عن حقوق العراقيين تفضلت 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 أنه العراق تابع أو خاضع للسيطرة الأمريكية وهي الي تتحكم بقراره طيب وإيران إيران شنو دورها يعني إيران جزء من اللعبة الأمريكية لو إيران طرف مستقل بذاته وهو ند للأمريكان في إدارة الملف الداخلي إيران شنو تصنف اليوم يعني شنو توصيفها هي المستحوذ والمسيطر لو هي ذا تلعب اللعبة ويا أمريكا مكملة للمشروع الأمريكي لو هي تقف بالضد والند من الأمريكان بإدارة الملف العراقي يعني إجدد شوفها أنت شلون تشوفها وطبعا لسان حالك ويمكن يعكس آراء كثيرة من العراقيين أيضا السادة محمد بالنسبة إيران ما يخطأ عليك وعلى كل أغلب العراقيين بأنه أداة إقليمية يعني هي مو صاحبة القرار إيران إيران مستفاد من عتها الغرب يعني نحن نعرف كل الزيانة سوفتها كل الزيانة السادة محمد أكو بس سيسموه الأحمق المفيد فإيران تلعب هذا الدور الأحمق المفيد اللي جاي يخدم القرارات الغرب مثل أمريكا بس صراحة صراحة إيران ما تلعب دور الأحمق المفيد لا إيران تلعب دور ذكي في السيطرة على العراق عن طريق أتباح الموجودين في السلطة لغاية الآن يعني إحنا العدو العدو أو الخصم يجب أن تعترف حتى إذا كان يعني شاطر بخبثة وبذكاءة لا اعترف إيران ما تلعب دور أحمق بالأكس إيران تلعب لعبة مرسومة وخطة موضوعة تتسير عليها بحذافيرها تتطبقها بحذافيرها عدها مخطط توسعي عدها أدوات مؤيدة إلها وتابعة إلها ومعلنة لولائها علانية للجميع موجودة في العراق وفي دول عربية أخرى إيران مسيطرة على أربع عواصم اليوم إيران تتفاخر بسيطرتها على هذه العواصم وهذا أمام أنظار الجميع يعني بالأكس هذا دور ذكي دا يلعب من إيران هذا مو دور ما الواحد أحمق هذا دور ما الواحد خبيث بالسياسة شوف أستاذ محمد إيران إحنا إذا نجعل شوية للخلقية يعني حكمه للشاة الشاة شعر كل ذلك بإنه كان دورا هو شط الخليج هذا اللي معروف عن الشاة طيب فينفذ إنفذ أدوار فاليوم إيران نتغرك هذه أنت شفت يعني يا أستاذ محمد إسرائيل بضربة ثاني ضربوهم قالوا إحنا من نضرب إسرائيل لأنه إحنا ما متأكدين من إنه إسرائيل اللي يضربها يا أخي مهي إسرائيل قالت إحنا ضربناكم نعم فالسياسة الإيراني معروف بالجبل ماكتب فلت تتوقع هذه الهنبلة وهذه ما براها يعني الغرب جاي يعني مستفاد من الحركات الإيرانية والتوسع الإيراني شكرا جزيلا نعم صحيح التخادم أنا نشكرك سيد عبد الرزاق من بابل التخادم معروف ولا يخفى على أحد والدور اللي تتلعب إيران في العراق هو مكمل للدور الأمريكي هناك تبادل للمنافع للمصالح قد يختلفون في بعض الجزئيات لكن المصلحة العامة هي الواضحة على الأرض المشروعين الأمريكي والإيراني مشروعين مكملين لبعضهما في العراق بشكل أخص من بقية الدول يمكن إيران ما أخذ جزء وأمريكا ما أخذ جزء وبالتراضي وحتى هذه الضربات مثل ما فضحها ترامب اللي قال بعد مقتل سليماني إيران اتصلت بي وطلبت مني أنه يسمح لها ترامب بضرب القواعد الأمريكية أحدى القواعد ويقول وافقنا والضربات اللي ضربتها الصواريخ اللي أطلقتها إيران طمأنت الجانب الأمريكي وقالت له هذه صواريخ ذكية جدا مستحيل تخطئ رح نضربها في محيط القواعد حتى بس نبرد شوية الانفعالات اللي حصلت من الأتباع وانتهى الموضوع إذن هو تخادم ومصالح مشتركة ننتقل مشاهدين إلى موضوع آخر إلى السكك الحديدية العراقية تمتلك شركة السكك الحديدية ثمانين وعشرين قاطرة كمجموع كلي في عموم العراق يعمل منها ثمانية عشر فقط بينما عشر قاطرات عاطلة عن العمل تتضمن أربع قاطرات قيد الصيانة بحسب وزارة النقل الحالية وفي الوقت اللي يمتلك العراق عددا من القاطرات العاملة فإن لديه قاطرات معطلة تتوزع في مواقع معمل السماوة ومأوى بغداد ومعامل الشالشية في ظل تأكيد الوزارة على الحاجة لشراء خمسين قاطرة حديثة لتطوير قطاع النقل في السكك الحديدية وطبعا بات من المشاهد المألوفة التجاوز على مسارات السكك الحديدية حيث أظهر مقطع مصور تجاوز أفراد من حماية جامعة الفراهيدي في بغداد على مسار لسكك حديدية بعد بناء مرآب بالقرب من محرمات السكة الأمر الذي تسبب بتوقف القطار بسبب مواجهته صعوبات عند المرور دعونا نشاهد أفراد من حماية جامعة الفراهيدي ماذا فعل من الحاطة هذا هنا؟ من النصبة؟ أنتم الجهة الأمنية مع التجامعة؟ من الحاطة الشرك هنا؟ هذا مسار قطار له لا؟ أنت جايف لم تسوي لي كراج؟ أعرف أنتم موها الخراج أنتم موها الخراج أنتم موها الضفيف يلا تشيلها عينة تشيلها عزيزي تشيلها وقفة القادرة عليكم مو الله والقرآن عليكم طيب ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام أواسط التسعينات شكل القطار الوسيلة الأكثر إقبالا بين العراقيين بسبب رخص التكاليف وقلة الحوادث مقارنة بما تسجله العجلات على الطرق العامة وخصوصا الطرق السريعة والدولية منها إلا أن قطاع النقل السكاكي والقطارات في العراق تأثر كثيرا بالظروف التي عاشتها البلد إبان الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي وما فرض من فقدان قطع الغيار اللازمة لإدامة تلك الخطوط واعتماد مواد محلية الصنع كبدائل اضطرارية قبل أن يفقد هذا القطاع الحيوي مكانته بعد تراجعه نتيجة الإهمال بعد الاحتلال الأمريكي وبات من غير المستغرب اليوم أن تغلق ملاكات أمانة بغداد مسار محطة قطار الدورة بنفاياتها بعد إلقاء آلياتها لحملها من النفايات على طريق القطار في مشهد من مشاهد الخراب الذي لحق بالسكك والقطارات العراقية دعونا نشاهد بالقرب من محطة الدورة ومن الزبالة سيارة كاملة نفرغها هنا ورائع الريحة تكتل طبعا يعني الزبالة حتى موما الواحد يوخره بالكريكة أو بالجزل الخط مدفون الخط مدفون الخط مدفون الخط مدفون يعني مو مزبالة قدينة مزبالة من مزبالة وهاي ذابها بو السيارة راجع لورا ذابها خلح الخط دافن الخط الخط مدفون مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام وننتقل إلى مقطع آخر يعد العراق من أوائل الدول في الشرق الأوسط استخداما للقطارات بنقل المسافرين والبضائع حيث سجلت أول رحلة تم تسيرها كانت من بغداد إلى قضاء الدجيل جنوب مدينة سامراء عام 1914 بينما تم تسير أول قطار بين بغداد والبصرة عام 1920 وأول قطار بين بغداد وكاركوك في سنة 1925 وأول قطار بين بغداد والموصل تم تسيره عام 1940 ويعود تاريخ إنشاء السكك الحديدية في العراق إلى أوائل القرن العشرين على يد الألمان ولكنها طورت فيما بعد من قبل البريطانيين وامتدت إلى نحو أكثر من ألفي كيلومتر شمالا وجنوبا وغربا إلا أن المفارقة اليوم هو ما نشاهده من كثرة حوادث القطارات وخروجها عن السكك على الرغم من ادعاء الحكومة تنفيذ مشاريع لتطوير السكك الحديدية إليكم ما حصل لأحد القطارات عند خروجه من نصف الدورة في بغداد متوجها إلى وجهته دعونا نشاهد مال القطار اللي بس باعوه أنا ما أحكي بس باعوه بحشون مزنجر ومتالك ألف مرة باعت فضل طلعت من الهاي المخصورة مالتها عطلت وهذا المزنجر وقف وهس قطع الشارع مال المصفر قطعة تماما الناس تريد الطوب لبيوت تتوقف الموضوع هذا منها الفدع عشرين ساعة إذا عشرين ساعة مشي يلا ينفتح هذا الشارع على هاي المنطقة منطقة الجمعية خلص نقطع الشارع بشكل نهايي باع لا الدولة لا أم ما تسوي شي لا المخصورة تسحبها ولا هناك شي تفضل عيني وزير النقل تدري مو إن شاء الله هاي تريد تطلع من المصفر باعو الشون عطلت بنصف الشارع ومزنجرة متهالكة والستشتش متفلشة باعو بس باعو هاي قطعة الشارع على العالم هذا المصفر العالم قامت ترجع على السريع يعني يريدي طبيته لازم يفتر العراق عشر مرات يلا وين تصعدون ايج دا تسوون خلص هاي المنطقة نسدت بشكل نهائي باعو العالم انتريد تعبر شي سوي هذا باعو يريدي يعبر لا شي سوي ما شي يعبر فوقها وينزل باعو وزير النقل تفضل حبيبي مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدين وننتقل الى مقطع اخر اتهم مختصون مديرية ادارة السكك الحديدية بالمسئولية عن حادث انقلاب احواض للنفط الخام في بيجي مؤخرا وتسبب حادث كبير من قلاب احد عشر حوضا للنفط الخام في بيجي ما تسبب بخسائر مادية كبيرة وتحطم هذه الاحواض التي تقدر قيمتها باكثر من ثلاثين مليون دولار وتسر بكميات ضخمة من النفط الخام وادى هذا الامر الى تلوث المنطقة بالطبع طبعا ارجع المختصون السبب الى سوء ادارة السكك الحديدية لنشاهد اذا مشاهدين كما تلاحظون بسبب رداءة السكك الحديدية في العراق والاهمال لهذا القطاع المهم والحيوي نرى هذه الحوادث نرى انقطاع لحركة السير بشكل مستمر بسبب القطارات بسبب التجاوزات التي تمت ايضا من بعض المواطنين تحدثنا عن هذا الامر في مقاطع سابقة الذين قاموا بتشييد عمران او بيوت على السكك الحديدية او بالقرب منها هناك ايضا لا يقتصر الامر على اخطاء وفشل الوزارات المعنية في ادارة هذا الملف بل هناك ايضا مشاكل تتعلق بالمواطنين منهم من يقوم باغلاق السكك كما شاهدنا مع جامعة الفراهيدي منهم من يقوم بركن سيارتها على السكك لكن بالمجمل هي اخطاء او تجاوزات من المواطنين تعتبر لا شيء مقارنة بالمشكلة الاكبر الا وهي الفشل في ادارة وتنظيم عمل السكك الحديدية في العراق للأسف كما تلاحظون هدر بالثروات ضياء للملايين والمليارات بسبب سوء الادارة وبسبب الفشل في ادارة الملفات المهمة والحيوية ومعالجتها طيلة 21 عاما منذ 2003 دعونا نتابع التعليقات مشاهدين الكرامة التي وردت بشأن هذا الموضوع قصي يقول عمى بعينكم مزارة النقل بس خمط وماكو خط سكك براس حظ ولاكو تقاطع مربي قطار براس حظ كلها محفرة تعليق لدينا من كمال يقول خطوط متهالكة ولا يوجد عمال مهرة للصيانة ولا الآلات حديثة اهملت هذه الخطوط منذ اكثر من عقدين لدينا تعليق من علي عطية يقول الفساد والاداري والفني هو السبب الرئيس وراء هذا الموضوع تعليق من سيد حمزة يقول القطار قديم والسكك بدون ادامة وبس خمط فلوس مليون لتر وتلوث بيئي وخسارة مادية وعاش العراق استاذ احمد يقول سكك الحديد في العراق صنع بريطانيا عندما استعمرت العراق عام 1917 هو السكك قديمة ومستهلكة لمدة مائة عام وغير مستدامة ولا معادة المفروض قبل انطلاق القطار يكشفون الخبراء على السكة تعليق من ابو السجاد يقول حتى القطار ما سلم من الحرامية والفاسدين طيب ننتقل الى الموضوع الرابع لدينا في هذه الفقرة مشاهدين الكرام قال شهود عيان من محافظة البصرة ان دولة الكويت مستمرة بالاعتداء على العراق وسرقة النفط العراقي بحسب وصفهم ويضيف شهود العيان ان الكويت تستغل ضعف العراق الحالي وتقوم بعملية سرق نفطه وثروات شعبه من داخل اراضي العراق ورصد شهود عيان صورا لتشييد الكويت ابراجا لحفر ابار نفطية بالقرب من الحدود حيث يمكن مشاهدة هذه الابراج بالعين المجردة وسط تساؤلات عن دور الحكومة في بغداد في اقاف مثل هذه الاعتداءات على الابار العراقية التي توصف بالابار المشتركة في حين يتعرضوا او يعترضوا الكثير على هذه التسمية لوجود اعتراض على ترسيم الحدود الذي يمنح الافضلية للكويت على حساب سيادة العراق دعونا نشاهد صبعكم الله بالخير تاريخ 18-4-20-40 تاريخ دور الكويت توصف بالابار النفط تاريب على الشريط الحدودي وهذا علم الكويت والعمل مستمر قريب من الدول العراقية ننتقل الى مقطع اخر مشاهدين الكرام ضمن نفس الموضوع لم يكتف العراقيون ممن يسكنون المناطق الحدودية مع الكويت بتصوير اللقطات السابقة التي شاهدتموها حيث رصدت لقطات اخرى قيام دولة الكويت بتشيد ابراج اخرى لحفر الابار النفطية في خطوة عدها العراقيون انتهاكا لسيادة بلدهم لنشاهد سلام عليكم شوفوا دولة الكويت وانوصلت ويانا ماك لا محافظ لا سياسي حاسبهم والله ماك للأسف هاي الانابيب مالتهم على النفط وهاي احنا اي الناحية شوف تمشي عليها خمس دقائق توصل يا اي حاسب سياسيين وين محافظين ماكو شاهدين دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع احمد العراقي يقول حمد الشاع السوداني باع ابار النفط العراقية للكويت من اجل ان يضمن ولاية ثانية هكذا باعت الميليشيات العراق تفصيخ الى دول الجوار تعليق لدينا من يوسف يقول اعتقد كانوا يراقبون رئيس الوزراء من صعد بالطائرة لزيارة واشنطن استغلوها فرصة وسرقوا نفط العراق وكانه لا توجد لدينا اجهزة امنية حالها حال اي دولة على الخارطة لتتنبأ بما يدور على حدود العراق تعليق لدينا من هدى تقول المحافظ اسعد العيداني عميل الكويت شوية شوية يبيع البصرة كلها للكويت قصا يقول المواجهة مع الكويت بحاجة الى قياديين وطنيين شرفاء لا يقبلون الرشوة وحاليا هم غير موجودين رامي يقول وليش احنا ما نسوي مثلهم وين المشكلة وهي ارضنا نعم تعليق لدينا من عماد يقول يجب توحيد الكلمة العراقية في جميع المحافل سواء العربية او الدولية والتخلص من كل من باع نفسه للدول الاخرى لكي تعود كلمة العراق قوية على الجميع هكذا كانت هي التعليقات مشاهدين الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا اشتركوا في القناة 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 اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام نصل الان الى فقرة الانفوغرافيك اثارت حملة ملاحقة اشتركوا في القناة 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 حي فترة هاي وبتمنى من كل العربي شريف وأهل العراق أنتوا مقصرتوا أنتوا هالنخوي وأهل كرم ولحنا شايفين خير منكم بس بتمنى أنوا تساعدونا موضوع الإقامي يا جماعة فضلا وليس أمرنا اليوم اليوم السوريين بالعراق متضررين والله العظيم بيعيشوا حالة رعب الحكومة العراقية تتبع إلى إيران ما في خيار ثاني ديفلوا جماعة لا إلى مطار دمشق وشاء نروحوا على ساكر أو إلى أفرع المخابرات لكل عراق أبو غيره أخوتنا العراقيين أحنا هلكم أخوتكم يجب إيقاف ترحيل السوريين قصرا من العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على شراء الغاز الإيراني مقابل استمرار أحراق الغاز العراقي بشكل ممنهج وذلك أثناء التفاعل مع وسم غاز إيران يستنزف قوت الشعب الذي اخترنا لحضراتكم بعضا من هذه التعليقات على هذا الوسم نور تقول العراق يعاني من استنزاف مالي كبير بسبب الشراء غاز إيران بأسعار مبالغ فيها لماذا لا نستثمر في مصادر الغاز المحلية ونعزز اقتصادنا الوطني تعليق لدينا من مريم تقول حكومة الإطار الفاسدة لو تهتم بأمور الشعب بقد ما تهتم وتخضع لإيران كانت حلة كل مشاكل العراق بين قوسين تبعية بامتياز تعليق من رياض يقول الغاز الإيراني تسبب بالتراجع الاقتصادي للعراق كون أسعاره تفوق الأسعار العالمية بأربع مرات تقريبا وهذا يعد هدرا واستنزافا اقتصاديا متعمدا من قبل الحكومة العراقية تعليق من تبارك تقول تصدي الفساد يعني حماية حقوق المواطنين وضمان توزيع عادل للثروات نحتاج إلى قيادة سياسية واضحة وقوانين قوية لمكافحة الفساد وضمان استعادة أمواله المنهوبة وبهذا مشاهدين الكرام نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقم